اضاء معرض الالكترونيات في لاس فيغا السماء المدينة المضيئة اصلا لكن اهمية الحدث تكمن في تسليط الضوء على اتجاهات عالم التكنولوجيا في المستقبل القريب والباعيد معا المعرض يستقطب الاف العارضين الراغبين في الدعاية لمنتوجاتهم كما يستقطب اكثر من 150 الف زائر خلال فترة العرض القصيرة اجهزة تلفاز عالية الوضوح او هاتش دي بقدرة وضوح تقدر باربعة اضعاف قوة الاجهزة الحالية هي الحدث الاكبر في المعرض شركة سوني وسامسونج العملاقتان اظهرت القدرة والارادة على ان تكون في طليعة مصنع اجهزة هاتش دي او ما اصبح يعرف باسم هاتش دي فور كي شركة سوني اليابانية العملاقة التي دخلت عالم النسيان بعد ظهور اجهزة شركة ابل وغيرها عادت الى المعرض بجهاز تلفاز من الجيل الجديد ثمنه 25 الف دولار الاتفاز يبدو مفعما بالحياة اكثر من الحياة الحقيقية نفسها سوني عادت ايضا بجهاز هاتف محمول من ناو اكسبيريا زد بحجم خمسة انشات ومجهز بكاميرا عالية الدقة ومعالج مركزي مطور شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستقطب جمهورا كبيرا دائما بما تقدمه من منتجات منوعة جذابة بما في ذلك تلفاز عملاق عالي الوضوح من حجم 110 انشات سامسونج التي تضغى منتجاتها المختلفة على اسواق العالم تنوي صناعة 55 مليون جهاز تلفاز هذا العام كذلك عرضت سامسونج حقيبة ايفولوشن المرافقة وهي نسخة محسنة عن نسخة 2012 لهواة الالعاب على شاشة التلفاز السيارة بدون سائق او التي تقود نفسها كانت احدى نجوم العروض ايضا ثلاث شركات هي جوجل الامريكية وتيوتا اليابانية واودي الالمانية عرضت منتجاتها في هذا المجال في مجال اخر تواصل اجهزة ربط وضبط الاجهزة المنزلية التي نستقديمها يوميا حضورها في معرض لاس فيغاس القدرة على مراقبة ما نفعله اصبحت سهلة المنال شركة فيت بيت لم تكن موجودة قبل خمس سنوات لكنها اليوم في طليعة الشركات المصنعة لاجهزة المراقبة الملبوسة عدد من مستخدمي اجهزتنا يقولون ان لبسها يعطيهم دائما القدرة على معرفة عدد الخطوات التي خطوها وبالتالي يعطيهم القدرة على اتخاذ قرارات ذكية شركات كبيرة غابت عن معرض لاس فيغاس منها مايكروسوفت وابل لكن المعرض السنوي يبقى اكبر معرض من نوعه في العالم